اذا كنت اول مرة تزول القناة لي لا تنسى تشاهد اشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و تفعيل الجرس السلام عليكم بخير و على خير عيد مبارك سعيد ادخلوا عليكم بصحة و بشمماتهم ان شاء الله اليوم اشتركوا معكم كيكا تحضرها في العيد تجي رائعة جدا طبق الكيك و الفلو تجي رائعة باردة منعشة انتمنى ان الاعجاب و تجربوها في العيد تجي رائعة جدا و مبركة عاش لكم مرة اخرى بقوا معي تشوفوا معي المقادير و طريقة التحضير حيث اول حاجة سوف ندعو بها البنات سوف نصيبه الفلو الفلو الذي نصيبه العادي هنا لدي جوج علب الفلو و ستر حليب و كم سكرة لنأخذ جوج باكيات الفلو و نضيفهم على السكر و نضيفهم على ستر حليب سوف تستعمل الفلوء مع السكر بكية واحدة سوف تستعمل هذا الصغر بجوج في نسطر الحليب سوف نخلطهم جيدا سوف نضيفهم على نسطر الحليب سوف نردهم فوق البوطاء سوف يكنزاع الفلوء مباشرة نجعل الفلوغ يبرد عدد في الثلاجة سوف نضيف piano نجعل الفلود يبرد جيدا في الثلاجة نبدأ الثلاجة يبرد نكمل معكم المقادير بعد الثلاجة يبرد نحتاج له كس صغير زيت سيندك صغير حليب كس صغير أتي فاني باكيات كاكاو كبيرة خمارات كسان خمارات نغطن جزب نضيف ونضيف الجزب الزيت ونضيف الحليب ونضيف المقادير ونضيف ونضيف المقادير سنتقل مع علقة الروح الفاني وستعملوا فانية واحدة ونفعل الدقيق على حسب الخالد الدقيقة يبقى نوعية وعلى حسب الحجم اللبين يأخذ لكم كيسان أو قلة من كيسان لا ترى أن يرى كيسان الدقيق ونفعل الدقيق بكية الكاكاو ونفعل خالد ونضيف الدقيق الكاكاو ونضيف تقريبا كيفية الكاكاكاو ونضيف الدقيق كامل ونضيف خمارات ثانية ونضيف خلط خمارات ونضيف خمارات ونخلط الخالد ثم يجبون تجربة جميلة من بعد الفلو يجبونه ليس لطراب كهربائي لان يجبونه فقط مخلطة خلط الخليط هناك نتماسك مجاري أخرج الفلو من ثلاجة لا يبرده فنخوئ عليه الخليط لانه بارد لانه في بلاسه لانه بارد كدرنا في الثلاجات تبرد مزيان خدمنا الكيك دروري يديره في الثلاجات تبرد لا تصيبه شفلوها تخدمه لكيك الساعة هنا غاد ندير المول ديال الكيك في واحد اللطة اللي كتدخل الفران تكون غرقة شوية وغاد ندير فيها الماء طيب هاد الكيك كتب في حمام ماري بحال قدرة قادر غاد ندير هنا واحد اترو ديال الماء يكون طيب الماء الكافي باش ما تنشفش ليكم اللطة في الفران سوف تدخلوها الفران اللي كيكون بارد طيب ديال الكيك العادي هنا كتأخذ لنا اربع 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 اتالى خمسين دقيقة عافية امهيلة بزف ديال الكيك العافية بعلش كنطيب الكيك كوهداء وطريقة باش كنطيب الكيك ومن بعد غادي نخرجها ونطلقها معاكم بالنسبة لفران ديالته كتديرو 180 دراجة ومن بعد غادي نخرجها من الفران كما تشوفو كتأخذوا واحد الكوغضون كتديرو في الكيكة اللي خرج ليكم ومن لاسقش فيه العاجين عرفوها طيبة هنا كما كتشوفو ترتفيها كوغضون خرج ليه ما فيهش العاجين يعني طيبة كتابة غير تبرد دابة البنات سوف ندخلها الثلاجة هنا في العشية سوف ندخلها إلى كاملة في الثلاجة تبرد على خاطرها المهم تبرد مزيان ثلاث تبرد مزيان تبرد مزيان ثلاث ترتيبوا في الصباح كما تشوفو كما تصبح تحديد طيبة أنا كنت أتأكد من الكيكة ويساعد الله لسقريكم تدوز ولموس أنا لم يسقط لها لأن المون لا يسقط سوف نقلبها في البصل خلال تقديم نقلبها في التبصل ونجعلها تلقى راساء إذا كانت المون عندكم كي يسقط ووزو لها الموس من الجناب تقلبوها وكتخليوها تكطح سوف تستعملوا اليمون يمكنكم استعملوا أي نكهة سوف تستعملوا أي نكهة في هذه الكيكة لدينا أي جميع الشوكولات و أنت عندي لفاني سوف نجدها في أخر الفيديو سوف تجربوا نكهة سوف تأتي أمامها ونتم من استعملوا سوف نقطعها لأجتبها من الداخل سوف تجربة جدا سوف نقطع تريف سوف تقوم بإمكانك معلكة عليك القيكات رائعة جيدة ونفتح دوري لم تقوم بكثير كم تقوم بتقبيق كنا نزوم على الكاميرا بشكل مجعم سوف نترككم في اخر الفيديو سوف نترككم في اخر الفيديو سوف نترككم على خير السلام عليكم السلام عليكم